تساقطات مطارية وثلجية قوية تشهدها العديد من أقاليم المملكة اتخذت على إثرها السلطات المحلية بعملة مراكش حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة آثار التقلبات المناخية وفي هذا الصدد عقدت لجنة اليقضى لتدبير وتتبع التغيرات المناخية بالجهة اجتماعا خصصا لتدارس الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المشاركون في الاجتماع أكدوا على أهمية العمل الاستباقي الذي تقوم به مختلف الجهات المعنية في مثل هذه الظروف إجراءات ستساهم في مواجهة أي فيضانات أو تأثيرات قد تخلفها الأمطار التي تعرفها المدينة اللقاء خلص إلى ضرورة التنصيق مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة عكاسات الظروف المناخية